سيدنا في الحرب على الكتاب المقدس أو في اتهامات الكتاب المقدس بالتحريف ممكن ما سمعناش أنه زمان اتقال تم تحريف التورا لكن الحرب بدأت من إمتى أو الاتهامات على الكتاب المقدس ولو نفتك تقول لنا يعني يمكن برضو التباين اللي بيتحارب به الكتاب في التحريف هو طبعا حكاية الاتهام ان الكتاب مقدس محرف مجرد الاتهام بيترمي كده عشان يشكك الناس لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة لم يسجل في التاريخ امتى امتى يعني حدث كبير زي كده كان يتقال مثلا أن فيه واحد له سلطان جمع النسخ من العالم كله ودي حاجة مش ممكن مش ممكن لأن الكتاب منتشر في العالم كله ومن زمان وبلغات عديدة فاللي جمع النسخ العربي وغيرها إزاي جمع الإنجليزي والفرنسا والألماني والصيني واللياباني مش ممكن وإزاي تقال فيه أن هو هيحرف ده كله كمية الكتب المطبوعة وموجودة في العالم كله كمية مهولة فمن له السلطان أن يجمع والمقدرة أن يجمع ويغير حصرة قمت فجأة كده حد يقول لنا أنت حرف كتاب المقدس طب قمت فدائما تفتكري لما قلنا في أي قضية بنسأل ثلاث أسئلة مين وإمتى وفيين صحيح مين اللي حرف كتاب القدس هتقول لنا اسم واحد يقول لك المسيحيين لو المسيحيين ده يعني كانوا مع المشاع المسيحيين حرفوا طب اليهود قاعدين سجتها لنا ليه بما كتاب مشترك بيننا وبينه مش من مصلحة اليهود كمان أن يتم التحريف وما فيش صداقة بيننا وبينه عشان ن��� Milliت bubb gold لو قالوا اليهود طب المسيحيين سجتها لهم ليه فكتاب مشترك بيننا وبينه اليهود خاصة العهد القديم تماما العهد الجديد بتاع نحنا بس مين يقدر يثبت لنا أن اليهود والمسيحيين تفقوا على تحريف الكتاب وإذ� المصلح الفايدة فكلها تحس ان هي اتهام باطل كذب ويزعج سلطات زي قابل كيف مرة قلت ان تخيلوا ان في واحد بيجري على زابط في البوليس ويقولوا الحقني في قضية قتل فزابط نفسه انزعج قالوا قضية قتل في منطقتنا قالوا ما عرفش في منطقتنا ولا فين قالوا أمال ايه قالوا سجل بس افتح لي محضر ايه يا ابني في ايه يقولوا في حد قتل انت شفت قصة قالوا لا شفت السكينة فيها دم قال لا شفت واحد هدومه ما بلوله بدام وبيجري قالوا لا ومال في ايه يعني انت داتي بتقول تهمة وما فيش قصة وما فيش جسم الجريمة وما فيش اداة الجريمة وما فيش شخص متهم انت بتزعج سلطات بتبلغ عن ايه فاكتام قدس محر فينه النسخة الاصلية يقول لك انتم خبيينها هو كتاب صغير عشان يستخبه وبقية الكتب هي اللي تبقى غلط وازاي المسحين اللي لموا كده كل الكتب اللي في العالم عشان ينزلوا الجديد الشيء مش منطق فتحسي ان ايه الموضوع مالوش ايه معه لكن كمان حتة مهمة يوجد في الكتاب المقدس قصص واخبار عن اباء من اباءنا اللي احنا بنعتز بيهم عملوا اخطاء لو انا عايز احره في الكتاب المقدس كنا ديه بالمرة ندريها يعني لما يذكر عن داود انه سقط في زينة وقتل حاجة مش لطيفة يعني لما يذكر عن ابراهيم ابو الاباء انه كدب طب دا ابو اليهود وكانوا من مصلحتهم يداروا الحتة دي لما يذكر ان امرأة لوط تحولت الى عمود ملح وخلفت كلام ربنا لانها بصت وراها لما يذكر ان اخوة يوسف اللي هم بني اسرائيل 11 صبت جددهم باعوا يوسف حاجة مش لطيفة لما يذكر ان بطرس انكر المسيح لما يذكر ان يهوزة باع المسيح بتالتين من الفض سقطات كل الاباء لانهم بشر لانهم بشر لان الكتاب المقدس صادق صحيح ما هو لو الكتاب داود بيلفق قصة جانش جاب الحاجات دي او دار عليها او حرفها لكن ايه اللي تحرف يعني ايه القصة اللي تحرفت علشان تفدنا وتوقف مصلحتنا طب ولو الاتهم بالتحريف للعهد الجديد ويمكن البعض بيقف مثلا عند الاصفار القانونية المحزوفة طب اتحذفت ليه عن بعض الهراطقة الكنيسة يعني عملت المجامع ومش هقول انها حكمتهم لكن كان في محاولات حتى للاصلاح والتوبة على مدار كل الاصور من بعد ميلاد السيد المسيح اولا الاصفار المحزوفة دي اصفار في العهد القديم مش في العهد الجديد لازم الناس تعارفة كده طبع اول ما انحزفها كانوا اليهود مش البروسطانت زي ما احنا بنقول لكن مش احنا اللي حزفناها يعني انه برضو اللي احنا بنشيله ونحطه في الكتاب زي ما احنا عمزين دا الكلام دا لو انه تحزفوا وضاعوا ومش موجودين لكن دا في ناس حزفوهم لكن لسه موجودين واحنا كاقباط ارثوذوكس وكنائسة تقليدية سواء ارثوذوكس الاخرين او الكاتوليك يعني الاغلبية في العالم كاتوليك وارثوذوكس مازال هذه الاصفار مقدسة بالنسبة لهم بيستخدموها احنا بنستخدمها بنقراها دا خلينا الصيام الكبير بسبوع الجاي هنلاقي يوميا في النبوات حاجات من الاصفار القانونية فاذا كان فئة من الناس ما استزرفتش الاصفار دي وحزفتها دي غلطتهم لكن الكتاب من قدس مزال موجود ما تحزفش حزفوهم ليه اليهود في الاصل انهم كتب باللغة اليونانية فاعتبروا اللغة العبرية هي اللغة المقدسة عندهم فاللي كتب باليوناني ما يقبلهوش لكن الكنيسة منذ البداية لان احنا في الحقيقة لازم نبقى عارفين ان الكنيسة المسيحية كلها منذ البداية اعتمدت النسخة اليوناني من العهد الأديم اللي هي اسمها الترجمة السبعينية اللي حصرت في اسكندرية حوالي 300 قبل الميلاد اسمها الترجمة السبعينية اشترك فيها 70 من شيوخ وعلماء اليهود وكانوا يتقنوا العبرية اللي هي اللغة mother language بتاعتهم ويتقنوا اليوناني لانهم كانوا في اسكندرية فترجمة دقيقة ويقولوا بعض الدارسين انها ترجمة بروح القدس لانه بتجيب المعنى فالكنيسة المسيحية منذ اول يوم كان النسخة السبعينية دي اليوناني ما اعتمدينها والتالي هيكرهوا للنصوص اللي مكتوبة اليوناني في الأصل فالكنيسة قبلتها لغاية الثورة البروتوستانتية في القرن الستاشة رفضوهم وما احرار بقى لكن احنا الأسفار موجودة ونستخدمها في الكنيسة